للمغرب والجزائر مباراة دايماً هم محترفين ما يفرقوش ولا انت بتتكلم على الحاجز النفسي الحاجز النفسي حتى تقبلوا بعيداً عن المحليين والمحليين بتبقى بتقرب اللعبة حتى مع الجماهير كمان مع الجماهير يمكن انا هفتكر مثلاً منقطر ما كان الاهلي بيلعب مثلاً أنديت نجم السحلي وتونس وش عارف مين كساعد سمير مثلاً وكان مدافع الاهلي وقتها درب صحبية مع بغداد بنجاح كان ساعتها منواجم نجم السحلي منقطر ما بيقابلوا بعض يعني شفت ده عمل تخال انت النهاردة مثلاً مصر والجزائر هتقابلوا مثلاً حاجة ما اتمنىاش في المباراة الفصلة الكاس العالم شفت اللعبة هتقابل بعضها ازاي خلاص بغداد بنجاح أكيد بيسعل التاني دنيا بقت اهدى طبعاً من شكل جديد فكنت اتمنى ده لأن ده بيكسر الحاجز النفسي لكن طبعاً ما انحدث خلاص مش مشكلة مصر والعفواً بقى الجزائر والمغرب مباراة متكافأة تماماً الاتنين بالفريق التاني الاتنين بعضهم بعض عناصر الفريق الاول بينهم من الحسيات كبير جداً لأسباب السلف ذكرها كمان النتاج بتاعتهم عالية يعني مثلاً اخر مواجهة بين الجزائر والمغرب كانت في المغرب في تصفيات تقريباً كسر الأمة أفريقية أربعة سفر للمغرب في ملعب مراكش الكبير وكانت مباراة كمة كمة في الندية يمكن حتى ساعتها كان عبد الحق بن شيخة مدرب منتخب الجزائر قال لهم أنا الأجواء دي أنتوا الليد غلبتوا كده أنتوا صمتوا قدام جمهور مصر في صدق غيرة أكتر من كده فجيتوا نهارته نهاردة أنا فاكر الجملة دي كان قيلة ساعتها كمان برضو كان فيه منتخب الجزائر كان فاز قبل كده حتى على منتخب المغرب في المغرب بنتيجة كبيرة جداً خمسة واحد فعشان كده المرشات ما بينهم فهنديق عالية جداً 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 إحنا زي ما العالم العربي كله استمتع بمباراة مصر والجزائر الكل برضو على موعد مع المتعة أو متعة أخرى بين المغرب والجزائر ما فيه شك أنا عايزة أقولك أن المنتخب المغربي طبعاً بيجيب عنه 8 لعبين محترفين هم هيكونوا موجودين طبعاً في المباراة الفاصلة أو في أمم إفريقيا بعد كده طبعاً على رأسهم حكيم زياش حكيم زياش مش في الفريق أصلاً لأنه هو حكيم زياش فيه مشاكل ما بينه وبين وحيد خلوزيتش يمكن هم الإعلام المغربي كان دايماً بيطالب خلوزيتش حاولوا يقعدوه بعد كاس العلم 2014 رغم كله الضغوط لدرجة أن هم يمكن خلوا الدولة يعني بعض مسؤولين من الدولة تحدثوا معاً أنه هو يبقى وفي الآخر مشي صارم جداً 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 دايماً يمكن سر تفوق أو نجاح وحيد خلوزيتش أنه هو كان طالب يمكن كان رفض بعد اللعيبة كمان مش بس وحيد خلوزيتش كان رفض بعد اللعيبة أنه هم المغربة اللي موجودين في دولة أوروبية أنهما أصل لعب بيفاضل ما بين منتخب مثلاً بلجيكا أو ولندا ومنتخب المغرب قاله لا أنا ما عنديش بفضلة هتفضل يبقى أنا مش عايزك لازم تبقى جاي عايز منتخب المغرب دي رقم واحد وحيد حاكم زياش هو أفضل لعب مغربي طبعاً في الفترة الحالية يمكن كان حسب تصريحات خلوزيتش أنه هو جا متأخر التمرين جا في مرة يعني شاف نفسه بالبلدي فهو ما جابوش تاني ومش تاستدعيم كان حتى كل أسئلة المؤتمر الصحفي أي مؤتمر صحفي خلوزيتش دايماً يسألوها حاكم زياش قال لهم بالنص أنا شايف اتنين رياض محرز شايل سيتي وشايل منتخب الجزائر ومحمد صلاح شايل ليفربول وشايل منتخب مصر أنا عندي ناس شايلة فرقتها ومش شايلاني أصلاً في إشارة طبعاً لعفوة لحاكم زياش فهو مش معاه يعني مش معاه في الفريق رغم كل الضغوط الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل في كاسم أفريقية أو في البعض يتدخل للصلح يعني نتمنى الخير أكيد لفت انتباهي العدد النقاط اللي جمح المنتخب المغربي في التصفيات إفريقيا المؤهلة الكسر كاملة الرسيد كاملة الرسيد كاملة الرسيد كاملة 18 والفرق بقى بينه وبين بقية الفرقة في المجموعة قال مستوى مش كبير بس لقي المركز الثاني غينيا بيساوي 6 نقاط ده لسببهم بالمناسبة أولاً الفرقة بين غينيا والسودان معلش الثلاثة مع كاملة احترام اليوم مش موجودين كروياً زائد انه يطلع بالمشاك كلها في المغرب فالدنيا سهلت بالنسبة لأول فاول نفس الأمر في كاس العرب في كاس العرب لكن لكن ده يوريلك محترفين محليين لا كويسة كرة المغربة شوف المغربة سود الأطلسي دول بصراحة سود الأطلس هم تراجع الأنديا المغربية أو غيابها عن المستنى طبعاً موجودين بس هو لو لا الأهل والزمالك يعني كان بقى لهم شاء مآخر بالمناسبة لو لا أهل والزمالك برضو كان بقى لأنديا التونسية والأنديا المغربية كان أنديا الجزائرية متراجعة بقى لها فترة لكن تحديداً دولة لو لا أهل والزمالك كان بقى لهم شاء مآخر يعني فده ليولموا عليه طيب الجزائر والمستوى اللي احنا اتكلمنا كتير على المنتخب المغربي الجزائر بالمستوى المتبيز اللي احنا شفناها طبعاً منتخب محليين عبد المجيد بقرر المدير الفني وفي نفس الوقت يعني عندهم عناد من اللاعبين مميزين هيغيب عنهم طبعاً بغدن بمجاح لكن اللاعب المتميز زي ياسين لبراهيمي ده يعني عدم يرجعنا برضو جيل التمانينات بتاع المنتخب الجزائري شوية اللي كان فيه بلومي ورباكجر وصلاع الصاد ايه اصحابي اه 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 انا رابح اللي على تواصل معايا اه انا على تواصل معايا صادقا لكن خلينا اقولك المنتخب الجزائري لي يعني هل هيكون لي افضلية لا مش هيكون لي افضلية لنقطة مهمة جداً ممكن كتير ما اخدش اولي منها هو استنزف زهنياً في المباراة مصر استنزف وبرضو منتخب مصر على الفكرة اخذ نقطة بحذر منها قدام منتخب الاردن لان الاتنين الاتنين يعني في العادة العادي لو ما كانتش مباراة حساسة او حسيت مصر والجزائري كان ريحه اغلب اللعيبة واحنا كده كده صعدين مش نفرق اول او تاني كان هادي خالص هادي خالص لكن لقبه بالقوة وكان فيه شحن غصب عنك يعني بحكم الدرب بين مصر والجزائري ومباراة من ايام 2010 ما تقابلناش بقى انها 11 سنة ما تقابلناش وفي ارض محيدة فعشان كده كان فيها شحن استنزف المنتخبين المصري والجزائري زهنيا وبدنيا وده يمكن وضح اكتر في منتخب الجزائر في الشرط التاني نزل هبط تماما مستوى لانه خلاص ما عادش قادر يكمل دي نقطة قد يستغلها او بتسبب بتعمل افضلية لمنتخب المغرب في مواجهته مع بعض يوم السابق ربما يستغلها المنتخب المغربي واتمنى الا يستغلها المنتخب الاردني ضد منتخب مصر اشتركوا في القناة